مرحبا بكم فيدي الحلقة ومرحبا بجميع لإخوة والأخوات ومرحبا بكم أينما كنتم لإخوة الكرام لا يزال النقاش يتوسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية تامي بناني في حين أن الحقيقة لا زالت مجهولة الكثير من القيل والقال في هذه القضية السيدة حياة العالمية تقول بأن القضية تتعلق بمؤامرة لتثبات في اختفاء تامي بناني في حين أن الطرف الآخر يتشبت ببراءة الأصدقاء ديال تامي بناني في هذه الحلقة لإخوة الكرام سنسمعوا الطرف الآخر مرة أخرى وسنسمعوا المحامي ديال أصدقاء ديال تامي بناني كذلك لإخوة الكرام منسوش بأن القضية أخذت أبعاد دولي ومجموعة من اليوتيوبر العرب كتكلموا حول هذه القضية ثم سنمروا الموضوع التاني اللي ستتعلق بعد القضية ديال تامي بناني سنتقلوا مرة أخرى لقضية مقتل تلميذ إلياس بمدينة الجديدة الموضوع اللي عادي حيننا لإخوة الكرام على أننا نطرحوا السؤال ماذا يقع داخل مجموعة من التانويات المغربية اللي في آخر المطاف كنشوفوا واحد نوع ديال تسيب لكتسبب في حوادث لا تحمد عقباه أما الآن لإخوة الكرام خلينا نرجعوا لنقاش القضية ديال تامي بناني اللي بنت مجموعة من المعطيات المحيرة في هذه القضية خصوصا أننا سمعنا مؤخرا بأن واحد السيدة بنت كرسيف لخرجات وقالت بأنها شاف تامي بناني باقي على قيد الحياة بإسبانيا هو نفس الأمر لإخوة الكرام ولنفس الملاحظة اللي غدين ديروها منك يمشيوا عن طرف ديال السيدة حياة العالمي اللي كيتمسكوا حاليا بالمسألة ديال الاختطاف بأن الإبن ديالهم تعرض لاختطاف النقاش حاليا ما كينش حول المسألة ديال القتل أو لكل هذه الأمور وهتش اللي كي خلينا نقوله بأن القضية لازالت معقدة وغامضة في نفس الوقت لإخوة الكرام غدين نرجعوا للقصة ديال تامي بناني في حين أنه كين واحد المعطل اللي هو جد محير لك تقول سيدة حياة العالمي بأن النهار ديال الاختفاء ديال ابن دياله باش كان بغي يمشي اللي سيقتصمت معها المبلغ ديال العشرين درهم وطاتوا ديال العشرين درهم باش أنه يتغدى على برة في حين أنه منمشات عند بعض الأصدقاء دياله اللي شافوه في نفس اليوم كيقولوا لها بأنه شافوا عنده المبلغ ديال ستمية درهم زيد على ذلك الإخوة الكرام من كل هذه المعطيات كيتبين بأن من خلال الحكي ديال السيدة حياة العالمي بأن الإبن دياله كان من ضرور في الخطر دياله بحكم أنه كان كيشوف بأنه كان واحد الفرق في المستوى المعيشي بينه وبين الأصدقاء دياله اللي كانوا كيعيشوا الغينة الفاحش الشيء اللي كان كيخلي المرحوم أنه كم من مرة كيمشي عند الأم دياله وكيشكلها بأنه شوف الأصدقاء دياله كيفاش دير المستوى اللي كيعيش فيه وكيفاش دير المستوى دياله بل أن التامي ابناني كان كم من مرة كيطالب العائلة دياله باش أنهم يشريوا له مطور في حين أنه كان يشوف بأن الأصدقاء دياله يمتلكون السيارات فالسؤال لإخوة الكرام التي تطرح في هذه القضية شكل استغل الفقر أو لديك الحاجة اللي كانت عند تامي بناني ومنين جاءت ديك سمي الدرام هذه أسئلة كلها تطرحها لإخوة الكرام منين جاءت ديك سمي الدرام اللي كانت عند تامي بناني داك النهار ونحن كلنا كان عرفوا عندنا اليقين من خلال الحكي جلسي دا حياة العالمي بأن الإبن دياله كان في أمس الحاجة خصوصا من الجانب المادي ومن نسوش لإخوة الكرام بأنه ديك النهار كان عند سيدة حياة العالمية عشرين درام فقط في الجيب دياله ومنين طلب منها الإبن دياله بأنه بغي تغدع لبرة أعطاته ديك العشرين درام وبقى جيبها خاوف أخي المطاف وكتفاجأ بالحكي ديال الأصدقاء ديال تامي بناني كيقولوا لها بأننا شفنا عن تامي بناني في الصباح ستمية درام فنبدأت كتطرح لعالمات ديال السفام منين جاء بها تسمية درام وش كون استغل الفقر والحاجة ديال تامي بناني وش كون كان كيعطيه الفلوس هذا الخيط الأول لإخوة الكرام لغادي يمدو به هذه الحلقة والخيط الثاني هو منطقة طماريس لذكرات الإخوة الكرام في القصة ونواحي مدينة الدارة البيضاء اللي معروفة بتجارة المخدرات خصوصا أننا نسمعنا بأن الكوكايين تذكر في القصة ثم فيما بعد غادي نسمع المسألة بأن قضية ما كتتعلقش بالكوكايين كتتعلق بلايكستا هو ينوض الجمهور المغربي عبر التعليقات كيقولوا لي ودي راه في ذاك الوقت ما كانش ليكستا وانا نيتك انطرحت السؤال لإخوة الكرام قلت لكم ما ودي راه ما كانش فرق بين ليكستا وبيه الكوكايين ولكن السؤال اللي كي تطرح شكول اللي غادي يكون عنده مصلاحة في هذه المسألة أنه يقول بأن ناس يتعطى ليكستا وما تتعطاش الكوكايين خصوصا بأنه أصدقاء اللي كان كيمشي معهم كانوا ناس اللي عندهم فلوسوا عندهم طراء وحتى المنطقة ديال طماريس اللي انتقلوا من مدينة المحمدية إلى طماريس تما ما غاديش يمشي أي واحد إذا بغا في إطار أنه يزا أو لا ينشط أو لا شيء من هذا القبيل المنطقة معروفة بتجارة الإخوة الكرام بتجارة المخدرات خصوصا مني كان سمعو بأن القضية تامي بلناني داك النهار كان عنده ستمية درهم وكان الحلم دياله أنه يشري موتور إذن هنا لإخوة الكرام هاتشي كيخلينا نفكر مرات أخرى واش المسألة كان فيها استدراج واش تم استدراج تامي بلناني إلى أشخاص اللي هما مجهولين وكيبقى كيتطرح السؤال منين جاتوا لإخوة الكرام منين جاتوا ديك ستمية درهم وهذه الكوارثة لإخوة الكرام كلها منين غادي تبدأ غادي تبدأ من ثانوية لم المفروض فيها واحد المؤسسة اللي هي ترباوية كاللقاء في المحيد يلا يتواجد أشخاص اللي هما غرباء في محيط بعض التانوية وليماريخ والكرام جاي بيليكم مثال حي خصوصا أننا مني كانت تكلم حول قضية تامي بلناني كانت تكلم حول سنة 2007 ومني كانت تقوله 2007 نحن نعلم جيدا شنو كانت يوقع في المحيط ديال التانويات وكيفاش كانت يكون الوضع الأمني في مجموعة من التانويات نتكلم على رأسي غير في ذاك الوقت مني كانت تقرأه في الإعدادة أو في التانوي إلى خرجتي في العشية من الإعدادية ورجعتي غير بالسلامة للجسدية ديالك ورجعتي للضطر ديالك وانتهي السلامة ما قال لحد لحد كنا دائما نخرجهم على ديك الساعة الأشياء وكيكون المغرب طاح والظلماء يعني هذا ضروري أنك غدي تلقى المدبزة بالسيوفة ضروري غدي تلقى تشير بالحجر ضروري غدي تلقى مجموعة من المظاهر ديال التسيوب اللي كانت تكون في مجموعة من الثانويات والإعدادية المغربية لأن الأمور تحسنات ما بقيتش في حلف السنة ديال 2007 حقيقة نقولها كيف ما يا الإخوة الكرام كنتمشي مجموعة من الثانويات المغربية كانت تلقى البوليس واقف قدام الباب والوضع الأمني هو مطوق بشكل اللي هو محكم حول مجموعة من الثانويات ولكن هذا الأمر يجب تعميمه على كل المؤسسة التعليمية المغربية راه ذاك الشي اللي كيروج في المؤسسات راه هو خطير جدا رابني كانت تكلموا على الإخوة الكرام حول الإكستا كانت تكلموا على الغبرة كانت تكلموا على مجموعة من المخدرات اللي كتروج خارج لمؤسسة بلا ما تكلموا على القهوة اللي كمشيوا لهم تلاميذ أولى التلميذات اللي كيخرجوا لما كيحضروش لمجموعة ديال السويع كيخرج مباشرة من الإعدادية أولى الثانوية كيقصد مجموعة ديال المقاهي طبي تحلي كتسق بالقاصرين واللي كيسر بي والشيشة وكيسر بي ومجموعة من الممنوعات فكتكون طروف مهيئة اللي تخريب الأخلاق ديال التلميذ المغربي عاد مني كانت تكلموا لإخوة الكرام وكانقولوا ليكستا وكانقولوا الغبرة وكانقولوا الحشيش وكانقولوا بزاف ديال الأمور اللي كيتم تعاطي لهم طرف الشباب المغربي داخل هذه المؤسسات هذه فاحنا كانت تكلموا حول الجريمة بشكل اللي هو مباشر فمنك تروج ليكستا أو لجميع الأنواع ديال القرق وبيعزد على ذلك الشرب ديال العبار اللي كيتباع قريب من مجموعة من المؤسسات عزيز على ذلك الغبرة ومجموعة من المخدرات التي تذهب وتخريب العقل وكتخلي أنها تشابب لك السهل كوات المخدرات يكونوا أقرب أنهم يرتكبوا جرائم اللي هي بشعة وهنا بحكم أننا نتكلمنا حول منطقة طاماريس غاد نتكلم لكم حول واحد المخدر اللي كيروج في نواحي دار البيضاء اللي هو مخدر عجيب وغريب والأعراض دياله خطيرة جدا وهناك تتعلق الأمر بمخدر تنبر يقول له مخدر تنبر أو لمخدر الألستي المسهلكين أو للناس اللي كتعطاوا لهذا النوع ديال المخدر رايقدروا يرتكبوا جرائم اللي هي خطيرة وكتدخلهم في حالة هلواسة عجيبة وغريبة لدرجة أنك يبعض الناس اللي كيقولوا بأن هذا المخدر ديال التنبر ما كيعتبروه شو ما أصلا مخدر وما كيعتبروه ممارسة دينية أو لممارسة روحية لأن هذا التنبر هو عبارة عن ورقة كيتقطر فيه واحد المخدر وكيدرع للسان منكي الدع للسان ينتقل بك إلى عالم آخر كتولي تشوف أشياء اللي هي مكيناش دماغ ديال كتولي عنده إمكانيات من عالم آخر كيخليك تطالع لواحد العوالم اللي هي أخرى فبتالي المسهلكين جلت النوع جل المخدرات يعتقدون بأن هذا المخدر هو واحد طاقة اللي هي إلهي واللي كتربطهم بالعالم الآخر وهنا بالتالي الإنسان منكي يوصل لها الدرجة جل تفكير وجل الاقتناع عنه وقتنع من نسالك ديك الأمور وبدك يشوف ذاك العالم ديال الخيال وبدك يعتقد بأنه يشوف الجن وكيشوف مجموعة من الأمور والتي عنده طاقة وكل هذه الأمور هنا ما كتبقى تشي حاجة اللي كتدير له الحدود أو لأنه كيبقى إنسان يخضع للقانون جميع الحواجز للقانونية ولا الإنسانية ما كتبقاش عنده في آخر المطاف بعد السيلاكي لهذه المخدرات وهذه الألس دي را ما كيستسهلكوش أي واحد را كيستسهلكو فقط ناس للبسع لهم وعندهم كيف ما كنقوله الفلوس وهذا متواجد بكثرة في ذيك المنطقة ديال طمارس نواحي الدار البيضاء الآن ريخو الكرام في إطار تتبع جيالنا لدي الملف نمشي ونشوفوا تصريحات جيال محامي أصدقاء تامي بناني وكيقول بأنه كينا رواية أخرى في هذا الملف وبأن كل ما تم ترويج له من طرف نحنا أو من طرف الرأي العام المغربي بطبع الحل كي عبر بالتضامن جياله مع تامي بناني كيقول بأنه كينا مغالطات وهو بغي يوضحى احنا عادي جدا نسمعوا للطرف الآخر ليخو الكرام ونحاولوا نفهموا شنو بغي يوصلنا وطبيعة الحال كيبقى عندكم الحرية الكاملة في التعليقات أنكم تتعبروا على الرأي جيالكم بخصوص تصريحات جيال السيد المحامي اللي غادي نسمعوا لها هاد الأشخاص هادو كتبتهم علاقة في مبيناتهم علاقة زمانة علاقة صداقة معتادين أنهم كيخرجوا بعضيتهم كيضحكوا بعضيتهم أشقع نهار الواقعة هادو على خلاف هنا أريد أن أبقى لكم بعض الأقاويل والإشاعات الغيال الصحيحة التي تنشرت على منابر إعلامية الواقعة هي من اللي خرجوا بعضيتهم استعملوا واحد النوع من المخدر الضحيين في سوق وكما جاء لليسان الأب دياله شخصيا وهي مضمنة بمحضة ضابطة قضائية إبان قبل الوفاة دياله كيقول بأنني من اللي ابني اختفى مشيت المؤسسة التعليمية وسوت الأصدقاء والزملاء دياله وصرحوا لي بأن الإبن الضحية تناول كمية كبيرة من المخدر دياله نهار بالمؤسسة من اللي مشو بعضيتهم نخرجوا الضحية ولوفوا حد الحالة هي سيرية هاد الحالة هي سيرية صعب معها تتحكم في التصرفات دياله أو حتى الأصدقاء دياله يتحكموا فيه أحد الأشخاص اللي كان معهم بلين أمر هكا هو ينزل نساحب قليموا لي خليكم أنا أرامشي بحالي فهذا هو الشخص الذي متعب بالصراحة المعقدة لأنه لم يبقاش في حين بقى وجود الأسخاص اللي هم الزولاء دياله تبادر الدين ديالهم على أنه إذا لمشى في هذه الوضعية لبيت سوف يقعو تحت طائل تعقاب الوليدة وممكن أنهم لا يتعقبوا لأنه يقول فلا أشبته 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 لقد خرار أنه أننا نمشيه واحد المدة ريتام ما يستفق ويرجع الوعي دياله آن ذلك ممكن أننا نمشي البيت من اللي يمشيه في تجاه الضرب دياله أشنه وقع السيد فقد الوعي لاحظوا الزملاء دياله بأنه قطع حتى الحديث وتالحركة أولاك الشيء اللي كان يتحرك ظن المنوع أنه قد نام من اللي وقفوا باش ينزل كيتكلموا معه بالإسم دياله باش ينزل إلا أنه لم يستشيب لنداءتهم وبحتوا ألقوا بين السيد ربما فاق الحياة ربما في حالة غيبوبة حنا في هذه الوضعية كنحطوا الشخص الموضوعي في مثل سن هؤلاء أطفال لكنه سعبقين 18 عام يلوصلوها عليهم هو يقول بأن السن ديالهم كلهم كان 18 عام أنا أعتقد بأن واحد من الشباب اللي على حسب ما كتحكي على حسب التصريحات ديال السيدة حياة العالمية ربما واحد من الشباب كان في السن ديال 21 سنة واحد في الشباب كان في السن ديال 21 سنة ثم أن القانون كيشوف أن اللي فوق 18 سنة راه راشد ما كيشد المسألة ديال القريب مقريب أنا كنشوف كل شخص فوق 18 سنة فهو أن شخص لي ومسؤول من ناحية القانونية بطريقة لي مباشرة ولا يعتبر قاصرا مثل هالطروف أشن التصرف اللي غادي تصرفوه خلال تحقيق السيدة قالت خيق طح لي واحد سؤال وقال هالي قال لي على الأقل كتو تزوه دي المستشفى حطوه خيف داعهم كذا منه قال لي السيدة قال اسمح لي زي تفكير كتبين تدابع هو اللي كان دابع أنا الآن ولكن من هنا 12 عام من 12 عام يستحيق وعلي بك تفكير لأنك تخوف من العائلة تخوف من القصة بزاة مسائل وكانت تصرف صدير أنا حطوه نشوف حالنا في التصريحات ديال الأم كيقول المحامي أن القناعة اللي كانت عند الأصدقاء ديالتامي بناني مني خافوه وأنهم حطوه على برامشة وفي حالهم يعني لا حسب هذا الرواية هذي إذا كانت بهذا البساطة هذي بسرعة البرق غادي تتلقى ديالجتة كيف ما كتلقى مجموعة ديالجتة مثلا ديالأشخاص اللي كانت تحروا أولى أشياء من هذا القبيل في مناطق اللي هي معينة أولى في مناطق قراوية أولى في شي غابات أولى شي من هذا القبيل ضغية كتلقى ديالجتة وكيقلبوا على عائلات أصحاب شكون مالين هذي ديالجتة وكتلقى بسرعة البرق إذا هنا كيف ما على حسب الرواية اللي كتتحكى تحططت ديالجتة في منطقة ديالتاماريس أين اختفت علش تزت من الوجود هذا هو السؤال اللي كتتطرح هذيك مسجلة بأنه وجدوه مدفنوه مدفونه وخطوه وكذا وجدوه عدنا صور للدراسة ضبطة قضائيا ميليمشاو صوروا مع أحد الأشخاص المتعفد ميليف بأنه وجدوه بجانب الطارق كين أشجار وكين الطارق ولا يبعد عندك طارق حول متعة أو متعة بمعني حسي اللي كنتي بشغلين نخبيو جتة وكذا يستحيل مكيناش وفبابلك بالدفن من اللي جاوب حالهم بدأ النقاش وفي مشا هذيك الجتة اللي كيتكلم عليها يعني دار اختبار ديال الله دين وطلع يعني طلع اختبار اللي هو سلبي وطلعات الجتة ماشي ديال تهمي بلناني ولو أنها طلعت ديال تهمي بلناني كنت في كدل لغس وغادي نولي وكنتكلموا مثلا حول المسألة ديال القتل ولكن الجتة ما كيناش على حالي إليك تقول لك بأن المسألة ديال الاختطاف أو الاختفاء ما كينشا معده تصور تفكير ديالهم بذلك الوقت والسن ديالهم أنه كيقولوا حيلة أن دلك الصديق ديالهم جينا في العشية وحطينا قدام الدار ومشينا في المشاء اللعنم هالي يغيوين عندنا بقات الأمور كتطور ميفك يدخل الحفظ كيخرج من الحفظ إلى أن أحيل الفرقة الوطنية هذا الجهاز اللي هو جهاز متمرس في البحث على الحقائق وأنه كيسبع جميع الخيوط إلا كنا كنتيقوا في هالجهاز أخصنا تقو حتى في النتائج التي خلاص إليها إحنا تنتقى في الفرقة الوطنية ولكن ما ننسوش بأن الفرقة الوطنية ركتنصق مع مجموعة من المصالح ما كنشغل الفرقة الوطنية بوحدة يعني ما كتخدمش بوحدة ركتنصق مع مجموعة من المصالح وهذا الشي لا يبرير بأنه شخص داخل أحد المؤسسات اللي كتنصق مع هالفرقة الوطنية يقدر يرتكب مجموعة من المخالفات أو لأنه ما يقومش بالعمل جال وكما يجب هاد الأشياء كتوقع وماشي فقط في المغرب بل في أي ذولة يعني هاد مسألة ماشي دريعة لا صافي الفرقة الوطنية دارت فالمسائل غير معرضة للخطأ هاد شي هذا ما كنش أقول بأن كانت نتائج موضوعية وإقبلت العقل والنطق هاد الجهاز بحدث في كل صغيرة وكبيرة مش حتى للسيارة اللي كانت على حد الأضناء اللي باعها وهذا على خلاف ما جاء في تصريحات الأمكة بأنه مجرد ما ما تولدها تبعت السيارة باش يتخلصون الأطار الجريمة لا السيارة تبعت بعد ما روح حوالي سنة وثلاثة أشهر بالضبط راعتنا في المحاضر مضبوطة وانتخلت الضابط القضائي في هاد السيارة لدي المشتري الثاني أو الثالث لقاتها عنده فاس وهاد الضابط القضائي عندها واحد المحلوب سحري كي تسمى بلو ستار أشنو هاد البلو ستار هاد البلو ستار كيشدو مثلا كيحطوه في أي مكان ما صحيح للجريمة إلا كانت تبق عادي الدم وحده ولو تكون لسنوات ولو دور لجميع المسحوقات ولجميع الموال الكيموية والمساحق وما تختفي بمجرد تحضيك المسحوق كيعطيه واحد إشعاء أزرق بمعنى هكذا تضع الدم سابقة في هاد المكان السيارة كلها دارت به هاد المسحوق هاد أطلت به هاد المسحوق ولم يثبت أي إشعاع إيجابي أزرق يفيد كينا نقطة دم واحدة بدأت مسألة هذه الهاتف تتصنط على الهاتف كذا القاو بأن كي يوحد تناقض وهذا هو السبب دي المتابعة تناقض ما بين تصيحة دي الأحد الأضناء الذي تواجد في فتاة ما هو ماشي تناقض هو كذوب غير باش نكون واضحين هو كذوب تم الكذب خلال تحقيقات الأولى اللي كانت عند الشرطة كان كذوب يعني كذبوه بشكل وهو مباشر هذه ماشي تناقضات نعم كانت تناقضات بالأطراف طبيعا اللي تم التحقيق معها ولكن كان كثير من الكذوب طبيعا اللي أخر البحث واللي در عملية دي العرق للبحث ما خلاش أن الأمور تمشي كما يجب في وقت المعينين خارج بضر الدربيطة في حين أنا في طرحاتي السابقة وأنا كنت في محمدية وقع التناقض هذا هنا نهاره الأشخاص قالوا فعلا هاشنوقع هاشنوقع هذا على خلاف اللي كانت جيد صراحة للأم كانت تقول لا كانت واحد البنت صرحت لي بأنه الإبن تيالي رشدو حقوه وبأنه رفعلو لي وبأنه كده لك شي ما كي يجب ولحسب الرواية دي السيد المحامي اللي اسمعنا لأخوة الكرام لو كانت المسألة يعني بسيطة إلى هذا النحو ديال أن مثلا الدري تعاطى لمخدير ربما وصل الأوفردوز كيف ما كان قولوه ومات اليوم أوليس خف اليوم كما يحكي ما كان ضنش بأن المسألة غدي تكون معقدة على النحو اللي كانعيشوه اليوم كثير من الغموض هالتعقيد اللي كانعيشوه فهذه القضية ديالتها مبناني ما كتخليناش أننا نتقبله يعني إذا ما كان عدنا شوية ديالتكاء ما كنتقبلوش هذة الرواية هذي كانت جينبي أنك هنا أمور اللي هي معقدة أكثر من ذلك لأنه واحد أوفردوز مات اليك في الدك حطيته ربما في حد الفضاء اللي هو عمومي غدي تلقى بي سرعة البرق غدي تلقى بي سرعة ره الناس ماتوا في الجبال والقاوهم وجابهم العائلة ديالهم فما بالوك واحد ميت بمنطقة بالقرب من مدينة الطر البيضاء والمسألة الرواية بسيطة على هذا النحو وغدي تشد 15 سنة وإلى يومنا هذا القضية خدات أبعاد ليدولي وإلى حدود هذا الساعة الحقيقة ما زالت مشهولة وعني تجيل صوتي احنا هدنا تجيل صوتي تفريغ القصة المدمجة الصوتي التي أخذت الأم خلصة من ديالك البنت أشنو فيه كتتكلم مع الأخت ديالك البنت كتقول لها عفوك وكتحو تستدرجها راختكش قتلية بأن الولدي بتلوه ولاحو وذلك شو تحق شو ما فهمش البنت كتتجوبك ديال الله أختي احنا ما عدنا علاقبات الموضوع احنا ما كان عفوك حاجة الله يخليك أختي عند هذه إزامة ديالها خليها تأدي شدي المتح ديالها في خطر شو ما سمعتو الإخوة الكرام الرواية جل المحامي كي بقى لكم كمية الحرية في التعليقات احنا سمعنا أعطينا التعليق للإخصان أعطي ولكن الإخوة الكرام خلينا نركز على بيت ره مني كنتكلم حول التانويات أو حول هذه المخدرة التي تروج بقوة نعم نحن نقول بالنارة ما بقى الحال كمكنا في سنة 2007 اللي كان واحد تسيب الحمد لله مجموعة من الثانويات المغربية نشوف واحد الحضور أمني بشكل يومي مجموعة من الثانويات ولكن هذا الأمر يجب تعميمه على كل مؤسسة التعليمية المغربية لأننا هاتش اللي نشوف ره اللي يخلع اليوم الإخوة الكرام جايب لكم القصة تلميذ إلياس الليمات بثانوية بمدينة الجديدة وقد نتحدث حول معطيات هذه القصة ولكن قبل ذلك الإخوة الكرام خلينا نوضح بأن بيت داء دلت شادة كامل هو المختيرات ونحن نذكر يالله عشنا الواقعة دي العصابة أو لما يسمى إعلاميا بعصابة البرنوسي اللي كانت كتعتارد مجموعة من السيارات والدراجات النارية اللي كانت كتدوس في الطريق كانوا أشخاص اللي كانوا مدججين بالسيوف وقد ضربوا بالحجر ويقومون بعملية قطعة طريق طنوبي اللي وقفات كيه الزعلم وليها السيف ثم يقومون بالعملية دي الصريقة وإحنا كنعرف بأن واحد من المرة مات على إثر هذه العملية الإجرامية الإخوة الكرام هاتش هدا الأسباب دي هي واضحة ما نبقى وش نغطي وش بالغربال راه اللي غادي يمشي ضرب الفانيد غادي يمشي ضرب دي كينا ولا يضرب مجموعة من أنواع المختلات راه كيجهل راه ما كتبقى عنده لا أخلاق ما كيبقى يحكم لا قانون ما كتحكم متاشي حاجة راه الوالدين دي راح نسمعنا كم من مرة أشخاص يستهلي ونالمخدرات ما كيعقلش على الوالدين دي فما بالك غادي يعقل إلى أشخاص اللي هما في الشارع راه هاد الناس اللي كي تعطوا لهاد الفانيد همني كي دخل في المرحلة دي الإدمان راه كي ولي وحش اللي هو مفترس وجاهل كي خرج للشارع في ملقى وبأي وسيلة كانت سواء تحترم القانون أو لا تحترم القانون غادي مشي يجيب الفلوس سواء بالصرقة سواء بالقتل سواء بتعريض المواطنين الخطر ومجموعة من الأشياء إذا ما بغير نحربه كامل هالضواهر يجيب التركيز على مروجي هاد الأقراص المهلويسة راه مني كنت تكلمون مثلا على العملية الإجرامية الغامضة في حال القضية دي الأمور اللي كيتبين بأن ما تلقاش لحل في آخر المطاف عملية إجرامية السيد اختفى ضروري غدي تلقى المخدرة الداخلة حادثة سير ضروري المخدرة الداخلة الشرب بندم صايقو شرب كانت تكلمون عن الأشخاص اللي كيغريسي والمواطنين في الشارع كذلك يتعاطون للمخدرات فهذا الإخوة الكرام هو بيت الداء نمشي ونشوفوا القصة دي التلميذ إلياس الإخوة الكرام اللي تقتل في ثانوية هي ثانوية وإعدادية في نفس الوقت غير باش تشوفوا نكمل هائل جل تلميذ اللي غدي يكونوا داخل هاد المؤسسة التعليمية غير هاد الاكتظات بحد تورا مشكلة هنا التلميذ إلياس في عمره 15 سنة غدي يتعرض لعملية ضرب طور نوفيس من طرف التلميذ اللي كيقرب نفس المؤسسة ونسمعها لإخوة الكرام لتصريحات كلنا امهات إلياس كلنا اماهات إلياس وحدة تابعة وحدة تابعة وحدة تابعة وحدة السلام من الولدٍ للأخر هاد المؤسسة فيها البانيد فيها الماسكي تجبدوا فيها الجنة وفيها السيوفة فيها جميع أنواع كده يرد بها دي الإخوة الكرام مؤسسة فيها أجيال جامعة مبيل الإعدادي والتناوي وعامرة بالسيوفة والحشيش ومجموعة من الأشياء شنو غادي نتسنوا في أخي المطاف غادي يطلع لنا من ها التلاميذ نكملها لإخوة الكرام جرام أنا بنتي صغيرة وقد جيك تعود لي يا ماما هاكين 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 نشوف البنات عش كي يديرو وأمام المؤسسة ولا من يحرك ساكنا وأين هو الأمن والمؤسسة خارجة جات في أطرق ديالتران وجات في الخلاق لا من يراقب مع السونسو الضلام والوليدات كي يخرجو واستوستن شكاية الوزارة التربية الوطنية واستوستن شكاية النيب ديال الجديدة ولا من يحرك ساكنا وكأننا كان قرر حاشاكم الحمير ماشي ولادنا اللي كيتحقف هذه المدرسة وهنا غدي نطرح السؤالة ليخو الكرام كيفاش غدي نصوروا بأن تلميذ قاصر غدي شطرنو فيس وغدي يخشيه في الراس ديل تلميذ آخر واش هذا عنده قلب واش عنده رحمه فين هي الأخلاق فين هي الطفولة فين هي بزاف جيل الأمور فهنا باش كنفهموا بأن كينا مجموعة من الظروف لخلط هؤلاء النوم يكونوا أشخاص غير عاديين على طبيعتهم البشرية كين تعاطي المختيرات كين بزاف من الأشياء اللي كتغير من طبيعة البشرية اللي كتصرفوا بهالناس العاديين اللي كتخليهم في أخي المطاف أنهم يقوموا بعمليات إجرامية اللي هي خطيرة اللي يمطح لك شو على البال يلا طالعي السابع وكيشوفوا شيء وجد يلماني الباكالوري لاش كيديرو أنا كنعرفهم موليدات صغار لا لا حوله ولا قواته إلا بالله العلي العظيم خليص غتكون وقفة احتجاجية نعم بقينا ش بغينا أولادنا يقرأوا نعم بغينا رتربية بالتعليم وبغينا مؤسسة تكون متكاملة يكون فيها أطور تربا وينكوف يكون فيها رئيس المؤسسة بعدها اللي يتصنط لنا ويعرفنا ش بغينا نقولوا رب وليداتنا أحسن ما يرى العطور تربوية غياب ومده ما بدأت هاد المؤسسة التعليمية هي التانوية تأهيلية النجد الجديدة في هدي من المشادات فيها دائما صراعات إجرامات ضرب تانوف وطرد تلاميذ نحن نريد إنه يوم التعليمية اليوم توفى هذا البن رأى ابننا جميعا كمغاربة ابننا جميعا عدد توفى الحافدة ديالي عدد ابنته الجارة نريد إنه يوم التضامن تكافل بيننا ونحن نعبره على الإسلام عبره على المواطنة المغربية عبره على التحيي ديالنا الواطن إلا ما كانش عندنا واحد الإخلاص وما كانش عندنا واحد القدرة باش نكفلوا واحد المجموعة ليالتلاميذ رأى لا دعي باش نقولوا إحنا رأى عندنا مؤسسة رأى نمو شريف على مؤسسة أو مشريف على مؤسسة سنندروا حد لأن الضحايا كتار هذا الإبن الوحيد عند الأم دياله كيف حالها هي إحنا سأطرنا إحنا بكين إحنا سأسفنا إحنا سقطعنا ومشينا مع حتى المصحة وشن المعاناة دياله وبالأحرى بعد يقولوا إبن ديالك توفى وتوفى داخل المصحة والسؤال كيفاش غادي كل حال جيل الوالدين للأخرين لعدموا ولادهم كيقرأوا داخل هذا المؤسسة وسمعوا هاد الواقعة جيل أن التلميذ تخشلوا فرصوا طرنوا فيه سمات بسبب تلميذ آخر كيفاش غادي كل حال جيل الوالدين للأخرين أنهم غادي صفطوا الأبناء جيلهم ما زال غادي قرأوا فهد المؤسسة هذا هو السؤال اللي كنت تطرح إخوة الكرام لا تنسوا الضغط على زر لايك تشاركوا معنا في القناة وانطلقوا في حلقة مقبلة وفي نقاش آخر تعليقات كتقا مفتوحة للجميع لأنكم تخلونا الأراءة ديالكم وإذا ما كان شي موضوع بغيتنا أن نقشوه في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله